بسم الله الرحمن الرحيم حاجة هتغلق لان كل حاجة مرتبطة ببعضيها والاساس عندنا ان البنزين لما بيغلق بيتبعوا كل شيء بيغلق بعد كده الحكومة دلوقتي مسكة ومخليها بالها جدا ان التذاكر بتاعت الاوتوبيسات ما تغلاش الله اعلم هستمر الوضع ده لغاية امتى يعني مسكوم الشهر ده او الشهر اللي جاي او الشهر اللي بعدي هل الربع اجندا اللي زاد مش هيزيد تاني على البنزين مش عارفين الله اعلم بس اظن والله اعلم ان طبعا في زيادات جاية في قلب البنزين تاني هام امبوبة البتجاز غلية طيب تغلى ليه عشان ايه برضو مش عارفين هي غلية امبوبة البتجاز سمعنا نهارضا ان هي غلية طيب اه برضو قرأنا في الاخبار ان اصلا الامح مصر اه بعتت او استوردت امح من اوكرانيا وهي بتحارب كده دلوقتي فطبعا روسيا منعتها ان هي تخرج من من المياه بتاعته او منعت السفينة ان هي تتحرك فطبعا بالتالي مصر خسرت الموضوع ده طيب احنا لغاية امتى حنفضل مرتبطين باستراد الامح من برة طيب انت عارف بقى اللي حصل ايه دلوقتي اللي حصل ان اصلا الحكومة عاملة مكافئات ومحفزات لاصحاب الاراضي اللي بتزرع الامح علشان اللي حيورد للحكومة الامح باسرع ما يمكن ويبقى في شيء جيد والحكومة حتى تقنون ان هي هتاخد من كل مزارع بيزرع الارض بتاعته امح هتاخد منه على كل فدان اتنشر اردب الاردب تقريبا او الفدان بيزرع تقريبا ما بين 18 و24 ايه اردب فالحكومة هتاخد منهم اتنشر اردب طيب ماشي يعني احنا عندنا امكانية ان احنا نزرع الامح في بلدنا طب ليه ما نزرعوش في بلدنا الحكومة هي حفزة المزارعين وحفزة الفلاحين طب ليه الحكومة ما تدعمهمش دعم حقيقي فعلا بحيث ان احنا يحصل عندنا اكتفاء ذاتي من الامح وده شيء مستحيل يا ناس لا مش شيء مستحيل ده شيء بص ازمة هو احنا بنمر بيها ازمة احنا بنمر بيها بشيء احنا ملناش فيه اصلا ان هي الحرب ما بين روسيا وما بين اوكرانيا والمفروض ما نمرش بالازمات دي فبالتالي الحكومة اتجهت ان هي تدعم عن طريق محفزات هي ما تدعمش هي عملت محفزات بس للفلاحين علشان خاطر الفلاحين يوردوا لها الامح بتاع الاراضي بتاعتهم يعني فيه امكانية ان احنا نزرع الامح يا ناس فيه امكانية ان احنا نزرع الامح فيه امكانية ان يبقى عندنا اكتفاء زائت من الامح يا ناس طيب ايه هي اللي يمنعنا يا بشر ايه اللي يمنعنا يا حكومة ان احنا بلدنا تزرع الامح اسنا بلدنا تستورد الامح واخنا نكون اكبر دولة بتستورد الامح من اوكرانيا ومن روسيا ودلوقتي بلدنا بتلفة على ديور اوروبا التانية عشان تستورد منهم الامح طب ما احنا عندنا هو ما احنا عندنا اراضي طب ما تزارع طب ما بدأ الفلوس اللي بيتطلعوها برا فقال بتستوردوا منها الامح من برة تبا توجهوها للاراضي بتاعتنا وزبطوا اراضينا الطيبة الجميلة وزرعوا الامح في كل مصر في كل بقاع مصر طالما ان احنا اصلا بيبقى عندنا سحب منه كتير ما تزرعوا الاراضي بتاعتنا كلها ازرعوا بنسبة 80% من الاراضي بتاعتنا كلها امح بنسبة 70% هتقضينا باذن الله وحتصدروا برة انا مش عارف بصراحة في ايه الامح بنستورده احنا بلد الزراع احنا بلد زراعية بفضل ربنا علينا نستورد الامح يا ناس من برة ده لا ده شيء صعب اوه جماعة شيء صعب الواحد كل ما بيقرأ وكل ما بيتامع الاخبار كل ما دمه بتحرق شيء صعب جدا انك انت تتلاقي بلدك الطيبة اللي ارضها طيبة اللي اي حد يرمي فيها شوية امح كده صغيرين ويسيبهم كده باذن الله تلاقيه بكده الخضار تلع كده عدان الخضرة بتاعت الامح بتطلع لو جبتي شوية دورة ورميتهم في اي ارض كده عندنا في مصر بتلاقي الاعدان بتاعتها بتطلع كده يا راجل ده انت لو جبتي شوية طمي كده وحطيتهم في حاجة عندك في كباية عندك ولا حاجة وحطيتهم في البلكونة ولا في الشباك وحطيت بس شوية حلبة هتلاقيها بإذن الله بتنبت ارضنا طيبة جدا 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 ما عرفش ليه ما يبقاش عندنا اكتفاء ذاتي من الامح طب ما الحكومة دعمتها هي عام الحكومة دعمت ودعمت مين دعمت الفلاح شو ما عايزيني شوية دعم من كل حاجة طب ما دي خزم من عندك هو دعمت الفلاح انت مش دعمته كمان انت بتدي له محفزات يعني ما قلتش ان انا دعمت يعني محفزات يعني هتقدم مصلحتك وبعد كده هترمي الفلاح برضه هتقدم مصلحتك وبعد كده يلا بالسلامة بقى نتستورد برضه الامح من بره انا مش فاهم بتدفعوا مليارات علشان تاخدوا الامح من بره وتستوردوا الامح من بره احنا مش شافين منهم حاجة اصلا مش عارف طيب اه برضو اسعار البنزين يا جماعة يعني اهي عملة تعلى وحتعلى ما انا قلت لك انا قلت لك اسعار البنزين هتعلى هيصحابها بقى غلوة في كل حاجة والايام اللي الجاية هتقول السلام عليكم